السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزعد الله أوقاتكم بكل خير وين ما كنتم الحية عطرة لكل الإخوة والأخوات نحن بالنسبة لنا أي ذول موجود على مستوى الصفحة دي ما متابع نحن أنتم أخواني وأخواتي وعلى راسي من فوق وليكم كامل الاحترام والتقدير ربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية ربنا يحفظكم وين ما كنتم أتمنى أي ذول بيجي سريع أنه حقيقة نحن والله منكم مبسوطين لما تحصل الانتصارات منكم مبسوطين جدا جدا أقل انتصار يخلينا منكم مبسوطين عشان كده اللايف ده كله بشرياته كله عملية بتاعة بتاعة زي ما بقوله شنو انتصارات فقط ما فوقت نين ثلاثة الكلام اللي لدارين نقوله ده شفته كلام انتصارات الحمد لله رب العالمين على الانتصارات الكبيرة اللي تحققت نظر الله سبحانه وتعالى انه كل يوم اليوم التاني تحصل نفس الانتصارات ونفس التقدمات ونفس التماسك الان الحالي الفيو القوات المسلحة مع الشعب السوداني اي دول بيجي للبس المباشر يقدر سريع عشان دار اقول لكم حاجة الكلام ده لازم يصل لهنا ما ما يفتكرون انه نحنا ما جايبين خبر نحنا بنتكلم عن كل قضايا السودان في كل مكونات الدولة السودانية بمختلف قبائل الدولة السودانية في اي مكان تحصل اي احداث فينطلع من نتكلم عنا بطريقة واضحة عشان كده الناس تعملينا شير سريع على السريع في كل مكان البس ده يمشي البس ده ما يجي فينا البس ده يمشي لأي سوداني عشان الناس تعرف تماما انه فينا السطر وطاريخ وبطولات حقيقية التاريخ ده يا اخواننا حيسجل له يوم الدين ما هتتنسي وما هتتمحي عشان كده دارينا الدين حق يوم الأدبي في صمود وفي شجاعتهم وفي الركوز الركزوه ده على مستوى المعركة الحاصلة الناس تعمل شير تحية لكم الرحمة والمغفرة على رواح الشهداء والشفاء العجل للجرحة نسأل الله انه يتقبل كل الشهداء كل شهداء القوات المسلحة كل شهداء المواطنين السودانيين المدنيين التابعين الداعمين للقوات المسلحة كلهم ربنا يتقبلوا ان شاء الله يخفر الله ونحامهم يشفي كل الجرحة شعب السوداني التحية لكم اليوم الأربعة 17 يوليو 17 يوليو الفين اربعة وعشرين اولا قبل ما اخف في تفاصيل الموقف العملياتي حابب من هنا اوجه رسالة بتاعة شكر حقيقة لما قاموا به الليلة اهنة فولى الشواك كردوفان التحية لقبيلة الجوامعة التحية لهؤلاء الرجال التحية للجوامعة عموم قبيلة الجوامعة القبيلة العريقة القبيلة الخرجة الماخرجة القبيلة اللي هوزنا في القبائل السودانية حفظ الله الجوامعة في كل مكان نصر الله الجوامعة في كل مكان الجوامعة سطروا ملحمة تاريخية بالنسبة للناس المبتعرف قبيلة الجوامعة على مستولى الشماء الكردفان هؤلاء هم الذين حرروا الساعد في تحرير الدولة السودانية من حكم الإنجليز كل الناس عارفين تمام معركة الشيكان ومن قاموا بيها ومن فعلوها حي الله هؤلاء الجوامعة في كل مكان في كل مكان في كل بقاع الأرض في داخل السودان وفي خارج السودان حي الله الجوامعة عشان الناس تعرف تماما أنا ليه شكرته لأن نحن عندنا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله وكل القبائل السودانية الواقفة مع القوات المسللة والدعم والسابتة نحن والله من حيهم لكن دي تحية خاصة لها الجوامعة في كل مكان على امتداد كردفان على امتداد الدولة السودانية في كل مكان حيهم الله نصرهم الله آواهم الله سبتهم الله الناس المبتعرف أولا هذه المليشة القاتلة المتمردة المرتزقة بتاع المليشات الجنجويد قطاعنا الطرق في منطقة فانقوغا فانقوغا منطقة في ولاية الشماء كردفان أقرب لتندلتي ومصيقعون الجاك عشان تعريف بالنسبة للناس تعريف أمصيقعون الجاك اللي منها البزع مدير التلفزيون واللي منها الفنان المعروف أنا ناس اسمه والدلبنة ولا الفنان المعروف من المنطقة دي فانقوغا دي بتقع ما بيناتهم اللتين ما بين المنطقة بتاعت اتجاههم صيقعون الجاك وما بين منطقة الزيدان وما بين الاتجاهات التماش علي طريق القبشة وطريق أمروابا معي لحد هنا كالعادة المواطنين البسطة بيطلع من مناطقهم بيمشي سوق القبشة بيمشي سوق بعشوم بيمشو المناطق دي القورة دي والذي رفع السماء بلا عمد أطيب ما الله خلق على وجه الدنيا أطيب بشر الله خلقهم في قرى الأرضية بيتواجد في المناطق دي وأبسط ناس أبسط ناس والله الذي لا إله إلا هو هناك آبار ليشرب الماء في المناطق دي مالحة والناس صامتة وصابرة طيلة الحكوم دي كله من أفكم كان بيعرف البذعة حي الله البذعة البذعة قبيلة شغيرة لها مكانة وليها إرثى التاريخ وليها ومكانة في دولة سودانية دي أماكن تواجدهم نعم الفنان ودى البكر بلا المنطقة ناس بوسطة جدا جدا ما عندهم واعتمدين اعتماد كل على مبدأ الزراعة المطرية والله أنا والله أحيانا بقعد مع نفسي لما أكون في تندلتي لما أمشي تندلتي أو أمشي المناطق دي من تندلتي أي من الخرطوم أي المناطق دي في بحوث كنت بعمله في الفترة دي والله الذي لا إله إلا هو لما نتذكر المواقف اللي أنا شاهدت وكرمني بساطة وتماسقني رجالته والله الذي لا إله إلا هو أنا أحيانا قاعد أبكي قاعد أبكي على بساطة الناس لكن صابرين رقم أي شيء الناس بتشرب الموية المالحة لا كل لا ملو لا وقف لا سو لا فعل لا ترك يجو هؤلاء يقطع الطرق هؤلاء يقطع الطرق هذه الماليشة القاتلة إلا لعنت الله عليهم محل ما قبلوا ونحن قسما وهو قسم بمن رفع السماء ما بيننا وبينهم إلا الموت وإلا ينتهي جد ما عندنا ما في حاجة ثانية ما في حاجة ثانية إلا يموتوا جد الناس ديال شفتوا الماليشة تنتهي تنتهي عديل حسب عسكري عجبك أضرب راسك في الحيطة يا زول أضرب راسك في الحيطة لو الكلام دي ما عاجبك الناس ديال في قراءهم في مساكنهم طالعين ما شر على السوق سوق منطقة اسمها القبشة أو بعشهم السوق دي يا أخوان العربات اللواري بيركب وبيمشوا مسافة بتاعة ثلاثة ساعات عشان يوصلوا للسوق بتاع بعشهم الواحد بمشي في الريشة على أساس إنه يجيبوا اللقمة بتاعت الحلال لأطفالهم لينساهم لأسرهم وبسوقوا معاهم أو الأبو بسوق ولده السقير من البيت بسوقوا معاه على أساس إنه يساعدوا في عملياته الوذن والشراء والتفاصيل تسلط عليهم هذه المليشة تقتل فيهم إطناشر من منطقة فانجوغا حيا الله أهلنا في القبشة كتلت منهم إطناشر بهدم بارد والله والله بأي زمد كتلوهم بأي زمد ناس بيتبشى حتى تلقت لقمة العيش في عربيتهم نزلوهم بعد ما شالوا عندهم بعد ما شالوا حاجاتهم الموجودة عندهم بيدهم بارد تصفي في الرأس ضربي في الصدر ضربي في كل مكان قتلي بأبشع مع القتل واحد بعد ما قتلوا لأنه قاوموا بعد ما قتلوا طلعوا فوقوا بالعربية دي البشر دي البشر تجد قول لي يا أخي نتفاوض ونجيب مع هؤلاء القجر قصما بالله ما بيننا وبيننا للموت ناس دي كلها بقاجة سكتت ساي جمعوا جابوا أولادهم ستروا الجسامين اتستروا لكن حقهم ما جاء قصما بالله حقهم جاء والله أكبر الله أكبر والله حقهم جاء والله حقهم جاء أطعاف أطعاف مضاعفة والله العظيم حقهم جاء أطعاف مضاعفة ما جاء فرد ولا فردين والله الاثناشر فرد والله حقهم جاء أطعاف مضاعفة قاتلين ستة وتلتين جنجويتي بتحرير منطقة الرهد بتحرير منطقة الرهد اتجمعت قبيلة الجوامعة جمعوا بقاجة كل المكونات الموجودة من الجواب وطلعوا بلاواريهم بفزعهم بسلاحهم وده الكلام الآن دائر السودان ده قولوا اطبق فقلوا والله الشق الذي اوه يا سودانيين اوه يا سودانيين الكلام اللي بيحصل ده علاقة البلد المفو الفو قبير مالحة أهل مواطنين حق البشر بن موية مالحة محل الطاحون اللي بدققوا فوق العيش ما عندهم طاحون بدققوا فوق العيش ما عندهم علاقة شنوبا لا بالدمقراطية ولا بالقرف اللي بيقرفون بهذه المليشة طلعوا يا اخوانك جمعت مجموعة كبيرة جدا جدا من قبيلة الجوامعة حي الله الجوامعة قالوا لو ما نحن حقنا ده حقنا ستطير والله قبل ما والله قبل ما يجف دمهم في الأرض والله حقهم بيجي وقد صدقوا وقد صدق الرجال وقد صدقوا ما عاهد الله عليه هؤلاء هم الرجال ما شتقوا للجيش ما قالوا يا جيش انت وين ما قالوا يا انت يا فلان انت وين ما قالوا يا علان تعالب جيف معانا دقوا صدورهم قالوا نحن حقنا مننجيبو مننجيبو بس دارين حقنا ولا يتنين تلهاد دوروا عرباتهم من كل اتجاهاتهم ودرعوا الرهد الرهد الدكنا الجيش بينهم وبينهم كان كم بالنسبة للمعلومة الادية والله ما فهم زول شاء التلفون وقالوا يا اخي انو الجيش ده موجود على مستوى منطقة جيفة الكردفان نتصلوا عليه بالمنطقة دي يجي والله ما فهم زول يتصل رقبوا عرباتهم وفزعهم كمال لواري وعنوا الرهد معركة مع ماليشات الجنجويد معركة قلاش قصاد رباعي والصنائي طلعوا الجنجويد كاتلين فوق ستة وتلاتين جنجويد على مستوى منطقة الرهد الدكنا ستة وتلاتين جنجويد على مستوى منطقة الرهد الدكنا واستلموا منهم عربيتين انت قادر تصور عربيتين استلموا من ماليشات الجنجويد واستلوا أسرده ما أسرد تحشوني آمان بل بس بل بس بل بس بل بل اه ما في جقم دقوا الجنجويديل في معركة مستمرة ثلاثة ساعات جقموا فوق الجنجويديا جقموا وطلعهم من الرهد والطلوم لحد منطقة مرواضة هل ما قدروا عليه هل ما قدروا عليه القوات المسلحة قاعدة بقادي هناك على اتجاه منطقة جبل كردوفان قدروا عليه أن الجوامع قصما بالله العظيم والرهدي ذات هي دار جوامع بالنسبة للناس الما بيتعرف الرهدي ذات هي دار جوامع ركز معي كويس في كلام ده ها جقموا الجنجويديل جقموا وصلهم لحد منطقة مرواضة وما اكتفى الموضوع وبحمد الله سبحانه وتعالى لا توجد خصائر في قبيلة أهلنا الجوامع لا توجد خصائر في الفزع ما في خصائر في الفزع قادر تعرف يا عزيز الفاضل معركة ثلاثة ساعات بين سنائي والرباعي وبين كلاشا يلنوا الناس سنائي والرباعي وبين كلاش محمول وبين إبل جمال ولواري ها وبين ناس عندهم كامل العتاد والتسليح ثلاثة ساعات معركة جقموا في الجنجوي ستة وتلاتين وقدروا يسيطروا منهم على عربيتين عربيتين وطلعوا جد من منطقة الرهد درعوهم وصلوا لحد منطقة مرواضة تقول لي؟ ها هنا هي ما قالوا يا جيش الموجود بجاي تعالى جيف معانا ولا يا هنا هاي فزعنا ركوب الرأس البلد هذا الشغل هذا الشغل هذا أنا أقول لكم ما تقول لي جنجوي تقتل أهلك تقيف ما في حاجة فزع بس في أي مكان أسمع يا سودانيين شغلة دي ما شغلة الجيش ولا شغلة تناحي ولا شغلة تناحي شغلة دي شغلتك انتقى مواطن بقتل فيك بيدن بارد منتظر شون يا زول مغل مودة واحد يا زول بل بس سلاحك زي النازل تتركب الجماعة سلاحه تركبهم ما في حاجة يسمى تنتظر ولا اتنين تنين تنين تركب بس ده الكرام الناس جابوا حقهم ده جنجر ولا ما جنجر قولوا لينا جنجر ولا ما جنجر ولسا قالوا نحنا ما من نجيف والله أنا كلامه وكلامه قد أفسي ده قبل ما أطلع الله يبدأ والله في ناس بتكلم معهم ينوقفهم يقول تلوهم يا جماعة دقيقة شون ما دايرين الخصائر أقيفوا والله ما دايرين الناس تجاوز أقيفوا قالوا لي يا الله لسا حقنا لسا قالوا لسا قابنتهم متفشت قادر تصور يا عزيز الفاضل يا عزيز المستمع في كل مكان قالوا قابنتهم متفشت اخوانا الألفين وحاية ما تعملوا شير ألفين وحاية دايرين ألفين أربعمية شير لحكم أدفروا الله يفده دايرين الكلام دا يوصل لأي أسرة سودانية لأي بيت سوداني عشان يعرفوا انه في ناس بيجيبوا حقهم جنجر بيطلع بيمشي يجبوا حقهم جنجر ما 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 بيقولوا نحنا ولاي اثنين ثلاثة ولا خشوموا علوم برفع اسلاحهم فساهم بيد أعملوا الله يفده أعملوا له شير في كل مكان شيروا ما يفده شيروا أعملوا له شير لأنه دايرين الناس كل القبائل تتخذ نفس الخطوة بتاعت أهلنا الجوام عديل بشغل الآن القايمين بهم جابوا حقهم ولسا ما زالوا وطلعوا بياناتهم وتفاصيلهم قالوا نحنا الولاي دي ما داري فوقا جنجويد الكلام دي بيقى واضح قيامتكم قامت يا جنجويد اقسم بالله قيامتكم قامت شيروا تكبيس يا اخواننا شيروا شيروا لايك في كل مكان والله قيامتكم قامت قسما بالله قامت انتهيتوا في الولاية انتهيتوا انحنا الولاية دي زي ما بقولوا أمره متروك تاني شوفتوا قيادة تزعط حان الجوامع دي بس الجوامع دي لهم قيادة دي الولاية حان الجوامع حياكم الله دي رسالة لكم من هنا الناس تخطط صح وتركب الناس دي الصح وولاية دي حقتكم ادتوا اهلها ما في زول بزاير على الجسئية دي دي انجويد ديل فولادكم ما يقعدوا استمروا بي تكتيك نفسي تكتيكونا اللي ارتكبوا بول بل في المليشة دي تاني عملوا تكتيكو ارتكبوا بول ما حرروا بعد الرهت حرروا مروابة حرروا كل كردفان كل منطقتكم دي حرروا لانه حتكون عظه وعبرة لكل الولايات انه تتخذ نفس خطواتكم اللي اتتخذتوها في عملية بتاع التحرير منطقتكم ده جانب حياكم الله والواحد وقسم بالله العظيم فخور جدا 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 بانه يسمع الكلام ده منكم قسما بالله فخور بيكم والله فخور بيكم والله كل القبائل بتفخر بيكم اي سوداني قاعد يفخر بيكم والله ده واحد نمر اثنين ممنسا كمان اهلنا في الهلبة الهلبة والحمراء وايدا النبيق والجبر والشقيق المناطق دي بتسكون عدة مكونات قبلية دعاليين دعاليين ما موجودين اللي على مستوى شاند يا اخوانا اسمع الكلام ده قويس المناطق المسكورة دي بتدبع لولاية النيل الابيض من الحمراء ايدا النبيق الهلبة لحد ما توصل فوق والجبر والهلبة لحد توصل للمنطقة بتاعت الكلام دانا بتكلم عن النيل الابيض اخوانا بتكلم عن النيل الابيض دي قورة او وحدات ادارية النيل الابيض اللي ما قاعدين الناس تتكلم عنها كثير واللي الناس اساسا ما بيتعرفها وانت طالع من العلق الشيخ الصديق بتنزل المنطقة بتاعتوات حماري ركز معايا يا مستمع لانه انا انا احديك حوريك حريطة للدولة السودانية للمنطقة دي تتكون انت كثير من الناس بعارفين من المدرمان الصالحة من منطقة الصالحة وانا جاي للشغل والشغل اللي تم في الشغل من قوات المسلحة وانت طالع من الصالحة لحد ما توصل الجبل ومن الجبل وانت طالع بتمشي طوالي بالظلط flip بتمشي طوالي بالطلاعs turn into the 괜h political الشقيق الماجدية، الشقيق الكواهلة، الثلاثة الشقيقات كلها مع بعض قريبات بعض بتطلع من المنطقة بتاعت الشقيق بتوصل لحد اتجاهات القرى والأرياف والحلال لحد ما تخش المنطقة بتاعت الهلبة الهلبة دي دمر بطل فرص وضي النقطة الانحدة عربنا نتكلم عنها الهلبة بتسكون المجموعة من القبائل لكن أهمها جهن الشويحات وحي الله الشويحات الماليشيا أخوانا جاءت المنطقة دي كد على أساس انه يوم السوق بتاع الهلبة يثبت على زنة تستبيعهم لكن قسما بالله العظيم أهن الشويحات والجعاليين والناس الموجودين بقادة الرسوم درس لن ينسوا على الإطلاق ما دامت الماليشيا موجودة لن تنسوا وديروا اشتغلوا معاهم نفس الشغل اتصل عليه واحد من المنطقة بتعاد قال لي يا والدهب والتلح بابك قال لي احنا حننفذ الشعار بتاع كدمول لقى الكدمول اقسم بالله بهذه العبارة بهذه العبارة كدمول لقى كدمول عديل فجقوهم وطلعوهم من المنطقة وبعدو من المنطقة دي بعد الفجق بعدو الليلة منقدر نقول لكم ان المنطقة بتاعد الهلبة ها والجبر والحملة بعد دخول ماليشيات الجنجويد واستباحاته نذبة بسيطة طلعوا الرجال وحرروا مناطقهم وثبتوا تثبيت تقيل وطردوا الماليشيات تحت الجنجويد من على مستوى المناطق دي تماما كل المناطق دي طلعوا منا طلعوا من على مستوى المناطق دي فده العمل الان احنا طالبينه من المكونات القبلية على مستوى الدولة السوداني انها تشتغل نفس الخطوات دي ما تنتظر انه لحد ما الجيش يوصلك تبادر ما تنتظر بادر بشغلك وجيبتارك ده عموما غرى النيل الافيض في منطقة الشقيق برضو كذلك فوق على اتجاه المجمع هوريه نحن اي معلومة بتحصل في المناطق بتصلنا بحمد الله سبحانه و تعالى عندنا معرفة وازعة بالـ بالسودان في كل السودان عندنا مصادرنا وعندنا ناسنا وعندنا المكوناتنا وعندنا كل شي كيه بجينا وأخواننا واصدقانها بحمد الله سبحانه و تعالى في منطقة الشقيق ،�قى . فوق واتجاه المجمع بتاع الصارة السنة فوق يقول هوريه رسالة لصارة السنة المحمدية في كل السودان ما شفنا ليكم والله يا شغل ما شفنا ليكم خطب يتجرم فوق اللي بيحصل ده كلكم كمجمع بتاع أنصار السنة المحمدية على مستوى الدولة السودانية على مستوى الدولة السودانية ما باتكلم عن ولاية معينة ده الجهاد الحقيقي ده ده الجهاد الحقيقي المذكور في الكتب والمذكور في القرآن وفي السنة ده الجهاد أما حانت اللحظة إنكم تصحوا من نونكم على أساس إنكم أنا بتكلم الآن وبقول لكم من الكلام ده على مستوى قبل ما دخل الشقيق المجمع بتاع أنصار السنة اتجاهات الشقيق متواجدة فوق ومجموعة من عربات الجنجويد ده في مجمع أنصار السنة هناك في ذول بيقدر بيقول ليلى عشان أوري لك الزيت ودي لك الشغل ده بالدليل ليه ما دارين تتكلمون المشايخ الموجودين هناك ليه ما دارين تتكلمون ما اتخذوا من المجمع بتاع حفظة القرآن الكريم وحاولوا إنه يجندوا أبناء الأولاد اللي بيجوا بيحفظوا القرآن الكريم على مستوى المجمع الفوق البناه الله الشيخ من السعودي بواسطة واحد بولد من أولاد الشقيق قد تحيي ليه أداهم الأرض قال لهم أبنه أما حانت اللحظة إنه تبقوا الرجال حقيقيين لنصرة الدين حقا لأنه نصرة البلد بتاع نصرة الدين ذاته أما حانت اللحظة أيها المشايخ تطلع على بستوى المرابر وتقولوا الحق ما قلنا لكم شو أنا عارف إنه جزء كبير من أنصار السلال والسلاح والآن موجودين لكن أنا عارف القاسطة منطقة الشقيق أهنف الشقيق الشقيق الماجدية كلام إليكم شقيق الكوهلة شقيق الجعلين أنا بوجه لكم رسائل واضحة الخطر الحقيقي حيكون من اتجاه المجمع ركزوا معيك ويث الخطر الحقيقي بجيكم من اتجاه المجمع فوق من مدخل واضح ماري واضح ماري اللي اتخذت منه المليشة الآن خلاص مركز تهاجم به النيل الأبيض أما حانت اللحظة يا أهلي في الشقيق حانت اللحظة حانت اللحظة والله أنا أسق في الله سبحانه وتعالى سم فيكم لأن والله الرجال مكملين والكرم مكملين انتهى الكلام دي رسالتي لكم أهلي في الشقيق وريتكن أماكن الخطر اللي ممكن يجع عليكم قبل ما يصل الخطر اتجاهاتكم واشتشفشو والكلام الفارق قهوة عبداللطيب بتاحت الفول أماكن تجمع المستشفى الكبير البنتو بيت ناسا ده أنا بقول لكم لأنه أنا دار أوريكم إنه أنا جوز لا يتجزأ منكم يا أهلي وإنه أنا منكم فيكم فعشان كده من هنا جو استعداد دارينا الاستعداد ده جانب خلونا نخش في التباشير لكي لا نبسك بالناس زمن الناس تعمل شير شير ولايك يا جماعة شير ولايك شير ولايك شير ولايك شير ولايك شير ولايك طيب سنر ولاية الجزيرة أنا حبشر الناس بموضوع في دقيقتين أولا الحاصل في سنر وفي ولاية الجزيرة اللي اتنين مع بعض بشارة خير وبركة ومن مصدر رفع جدا جدا في القيادة ما في دزدسة تاني والله لو لا والله نقول اسمه بحمد الله سبحانه وتعالى في المحاور بتاعت الجزيرة وفتاعت السنر دخلت مجموعة من الأسلحة النوعية والزخائر اللي قادرة ترجح الكفة واللي قادرة تستعجل في عملية بتاعت تحرير ولاية الجزيرة بل ولاية السنر ولاية السنر اللي هو المناطق الفاتحة وجود مليشة الجنجود وده قليل لاننا افتكر يومين ثلاثة الناس هتعرف انه الدندر وزنجة وكله تحرق لكن وبشركم بدخول الأسلحة النوعية والزخائر اللي اساسا قبل اليوم ما وصلت الان الحمد لله دخلت لحد المحاور دي ودي بشارة خير وبركة انه قادرين في مغبلها الأيام الجاية انه تتحرر باذن الله سبحانه وتعالى على حسب كلام الغيادة فوق غيادة ده كلامكم معانا صح يبقى اذا نفزوا بما انه دخلت الحاجة اللي انتو كنتوا طالبينها وصلت ودخلتها ووصلتها لحد اماكن تواجد القوات المسلحة تاني ما في حاجة صح ولا ما صح البل ويا جانجويد جاك الموت ده بس الموضوع البسيط اللي انا حقوله لكم ما حقدر اتكلم في اي محور تاني تعلم وستور ده حق بالجيش نجل ام درمان وناس الشبلة وانا جاي اليك يا استاذ بشرة ما استاذ دصع لوق بشرة جاي اليك يا بتاع الفتاح الناف تعمل شيروا لايك اخو اي اخو اركم اركم شيروا لايك ارفعوا بس اربعوا ارفعوا الصفحة دي ارفعوها شيروا لايك شيروا لايك اول حاجة قواتكم المسلحة شقالة شغل جميل جدا جدا على مستوى مدرماتو بس تحديدا ناس قويس هؤلاء الرجال وقسان عبد الماجد وكذلك حمد الله على السلامة لاخواننا التمي اطلاق صراحهم اللي هو قسان القداني ومحمد عمر الشكري حمد الله على سلامتكم رجال واقفين وصامتين صامدين ربنا يحفظكم وقلتوا اساسا ان احنا واثقين انه هتطلعوا ما في اي حاجة وما في اي حاجة بتصيدكم باذن الله سبحانه وتعالى لانه تواكفين واكفين مع الحق فحمد الله على السلامة ام درمان دي اخواننا في اناس قصان عبد الماجد في اناس قويس فيها 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 من الرجال ما فيها موجودين على مستوى بحمد الله سبحانه وتعالى لما نقول لك الوقت المسلحة وصلت لحد الشجلة ولحد المربعات ولحد يودى البلان ده معناه ان ام درمان اتحررت انا بالنسبة لان ام درمان دي ما فضلت فوق حاجة لان ان مبدس دخل العهم في ام درمان وما دايرين أعلام حتى نعنى ذاتنا اتجاوزنا المرحلة دي لأنه دايرنا مشتقلوا الشغل ومن اللي هم اللي بعرفوا ليه على مستمدر عشان يحرروا لأنه دايرين الأهلنا الموجودين في مصر الموجودين بين الموجودين لكن أهم ما في الكلام ده أنا جاي لها جزئية مهمة شديدة جدا مهمة جدا فين بده أفوا في الفتحاب وفي الفتحاب تحديدا ناس ودى البلاء ومربع خمستاشر واربعتاشر والشغلة غريب الشغلة غريب مدرسة الصعودة فاهمين المحل